مرحبا بكم الناس كل عام وانتو محايا بخير انا حبيت نتكلم اليوم باش ان نحكي شوية عالي صايرة عالفضاحة اللي قاعدة صايرة هذي حقيقة فضاحة كبيرة معتها فضاحة كبيرة العيد هذي قاعد يذكر فيه بالعيد اللي عدموا في صدام لانه تواصل كل وقتا والعرب القل كانوا معنتها متقلمين عالي صار نحن اليوم متقلمين عالي تونس متقلمين على تونس المش موضوع متاع الترجي ولا موضوع هذا موضوع يم تونس هذا موضوع يستخدم فيه طونسر كل اليوم طونسر كل اللي قاعدين يعيشوا في الفورة من الفين وحداش قاعدين يعيشوا انه حنا نحكيه على دواعي الأمنية نحاونا نحاونا السياح Love Natalia لدواعي الأمنية المستثمرين من طونس هربوا لدواعي أمنية كيف كيف وحتى في الكرة ينحيوا في تيتروات ستة شهور تالي وقت اللي لعبنا مع الأهلي ما كانش فيما أمن وهزينا والله المصاروا على أقل منش فيقول كانوا الرجال ولكن جاءوا لعبوا وما هربوش والأهلي باللي صاروا ستين ألف جاءوا لعبوا وما قالوش لدواعي أمنية أحنا المغرب عنا توا سبعة سنين كل مرة لدواعي أمنية كل مرة لدواعي أمنية كل مرة لدواعي أمنية لدواعي أمنية كما قلنا فقونا السياح لدواعي أمنية نحاولا المستثمرين لدواعي أمنية فقوا الفصفات معنا شوما فصفات لدواعي أمنية حتى مقابلة بتاكورة قدم وينهم المسؤولين انا واحد منهم احنا كلنا ما جيو حد شي ما جيو حد شي ما جيو حد شي وقت اللي الكوب دافريق يعطيها رئيس حكومة قدام 60 ألف قدام العالم كامل هو رئيس حكومة ما هوش رئيس بلدية أخي شكونه اللي يعطاها الكوب دافريق اعطاها رئيس حكومة اعطاها رئيس حكومة يا توانسة يجب تعرفوا اليوم رأيه اللي صار تشليك للتوانسة الكل والدولة الكل مش للترجي بقطع نظر على اللي حب الافريقي كان صارت للافريقي رأيه نفس الشي اليوم كلنا كف الديبلوماسية كتاعنا كلات كف وين يوزيرت الشباب والرياضة اتصلتش بالوزراء بتاع الشباب والرياضة بتاع البلدان الافريقية بيش تدعم معتا وتطلب الدعم بتاعه مقبل بليلة تعرفوا اليوزير الشباب والرياضة المغربي البارح ليلة كاملة وهو يطلب الوزراء بتاع الكود يفوار وطلبنا بتاع الكود يفوار نقاوه ادي جاء كلموا بتاع المغرب كل البلدان الافريقية معتا يكلموا فيها بالواحد بالواحد ليلة كاملة بيش يعملوا ضغط على الجامعات متاحها مرحبش نحكي احنا شنو ريقاعد صاير احنا كنا النجم ونهدوا بيش ما نلعبوش بطولة افريقيا هذية اللي بيش تصير في مصر كيما هدوا هما كان النجم رئيس الحكومة يدخل كيما ادخل رئيس الحكومة بتاعهم البارح وهدد على مستواه كنا النجم ونعملوا مئة الف حاجة ولكن ما عملنا هاش احنا يا توانسة تشلكنا مش على خاطر الترجل بيش تعاود الماتش عما على خاطر كفاه يقولوا ستة شهور من بعد لعبنا ستة شهور وهزينا كوب دافريق في تونس وستة شهور من بعد معاتش عنا امن كيف كيف هذا اللي قاعد صاير فينا هذا اللي قاعد صاير فينا نتيجة السياسة الخارجية بتاعنا من 2011 لطوة وين وزير الخارجية وزيرة شبابه الرياضة ويني ما فهم حتى ما سوا الناس كل راقدة تاكل في الحلو ومعايدة اليوم كف للتونسة الكل كف مش للترجل كف للتونسة الكل على خاطر اللي صار حقيقة ما هوش مقبول وماناش قادرين بش نقبلوه معتا مرار العيد مرار مش على خاطر الترجل مرار عرا خاطر تونس تشلكت مرار عرا خاطر فيها مسؤولين كيف نقحنا وانا واحد منهم كان جينا عباد وكان جينا بقدانا وكان جينا بقدرنا ما خليهمش يعملوا فينا هكا الله لا تربحكم الله لا تربحكم ولكلكم عم بكرة اي ابيكم الكلكم فرحانين وراقدين المغرب من 2011 من اللي صارت تثورة في تونس واحنا كل مرة نجيوا ما عندهمش امن لعد لعنا الفصوات لعد لعنا السياح لعد عنا مستثمرين ما عندش عنا حتى شي حتى شي في ستة شهور ما عنده يصير فينا اللي صار في سبعة سنين وفي ثمانية سنين يصير فينا هذا الكل الحقيقة واحد ما عنده ما يقول ما عنده ما يقول كان الامتعاض ما عنده ما يقول كان انه خاشم انه في هالوقت هذي وصلنا ووصلنا رواحنا لهالوضعية اللي وصلنا لهاليوم ما عندش عنا بقى عنا وجوه احنا عنا توا وجوه احنا تواسة بش نخرجوا ونقابلوا العباد ونقولولهم اللي عنا الدولة تحترم نفسها اللي عنا مسؤولين يحترموا أنفسهم تعرفوا معنا الجامعة التوسية كورة القدم ما عملت حتى ضغط بش تخلينا نوصلوا ولا تخلينا نربحوا اللي صاير البارح في الكاف البارح العباد ما رقدتش هو ما يخدمون مغاربة ويطلبوا في الوزراء ويطلبوا في المسؤولين ويطلبوا في الجامعات الرياضية ويطلبوا في الناس الكل خدمة الناس كل وإحنا كاعدين نعملوا كاعدين نتفرجوا وننبروا على بعضنا هاو بش تهزها هاو درشنوها هاو هاو أخويا بش تعاود الماتش وهنا إحنا اليوم ورينا للعالم الكل أنه ما عانيش ديبلوماسية وين الدبلوماسية بتاريس الجمهورية وين وزير الخارجية وين هم العباد اللي قاعدة معنات فضيحة 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 خليتونا فضيحة خليتونا فضيحة وقاعدنا فضيحة والتوانسة لكل معنات اليوم وصمة عار عيد مرروه للتوانسة علاش على خاطر ما عانيش مسؤولين يحترموا أنفسهم وإحنا ما عانيش محترمين أنفسنا وكان جينا عباد وبقدان اليوم لعاد لنلعب ولكوب دافريق وما عادش كاعدين فيها والكورة اللي كنا نقولو لكم رأي الكلها فساد ومستشري واحد هانا ورينا اللي حتى الجامعة توسير يقول الكدم والمسؤولين اللي عليها هم في الساد وكلهم في الساد وما جيوا حد شي وما همش قادرين لا يدافع على لقصالح الكورة التونسية ولقصالح الجماعيات الرياضية في تونس ما همش قادرين يدافع وكان على مصالحهم ومناسبهم وقعدين متماسكين في الضيحة اللي صار ونعرف ما هو اللي صار وهو بشو كولونكم ما هو اللي صار المسؤولين بتاع الجامعة التونسية الكورة قدم كانوا يلخسوا المسؤولين متاع متاع الكاف خايفين لما يرشحوا همش للانتخابات الجاية بتاع الفيفا خايفين على مصر انه اليوم اللي صار كان ماناش بش تدخلوا وكان ماناش معناتها بش ناقف واتواسر كله وكان ماناش بش نضغطوا على المسؤولين بتاعنا رانا ما عادش عنا لقيمة لقدر لو اللي عنا لقيمة لقدر حتى في افريقيا اللي كانت العباد تشاهدنا والعباد اللي كانت واقفة وتقول تونس رمز الحضارة واحد ما عادش عنا حد شي لقدر لفي افريقيا ولفي تونس ولفي حتى بلاسة ما عادش عناك در تونس في حتى بلاسة فضيحة 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 واحنا قاعدين نتفرجوا تو يخرجوننا مسؤولين بعد ولا زوز كلونا مثالش هانا ماشي للتاس تيتعرفوها التاس اشنو كاعد صاير تيلعباد مشيت للتاس قبل ما يخرج القرار هذا متاع الكاف لعباد في زوريخ توا لعباد في زوريخ قاعدة تخدم ويكلموا في المحامين على خطر عارفين هانا ماشي للتاس قاعدين تخدموا في التاس والديبلوماسية بتاعهم غاديكا والسفين بتاعهم في زوريخ قاعدين تصلوا بالمحامين والتاس احنا نعرفوها ومشينا ونعرفوا اشنو اللي يصير فيها والمحاكمين كيفية بشيقة اختيارهم واحناش قاعدين نعملوا ما فاما حد شي قاعدين نتفرجوا قاعدين فرحانين قاعدين شيخين بالشي اللي صاير بقولك كان خسب يا الله ونعم الوكيل في كل مسؤول قاعد يرافع هالبلاد هذي ماشية في الهاوية قاعد يرافينها اخسرنا السياحة بتاعنا اخسرنا المستثمرين بتاعنا الرياضة بتاعنا اتشلكت الفوسفاة توقف والمغرب من الالفين وحداش وهي معنتها نتفرجوا ومعملنا حد شي انا اللي نجم اقولوا انه اليوم كان المسؤولين ما همش تكلموا حقيقة بش تصبح وصمة عار عيد هذا عيد على خاتر معناش مسؤولين في تونس حسبي الله ونعم الوكيل اليوم ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي اللي فيها ذرة خير ان شاء الله تاقف موش على خاتر مقابلة كورت قدم ولكن مقابلة كورت قدم هذي خرجتنا العوار اللي عنا وخرجتنا نقايص اللي فينا وخرجتنا الضعف اللي فينا وخرجتنا عدم انتماءنا لهالبلاد هذي الانتماء بتاعها العبادل اخرين ذر اكبر برشة من انتماءنا لبلادنا لا يصير شوية هذا سبب أخير